الداخلية يضرب بقوة بعد القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال مجلس وزاري إنعقد برئيسة الحكومة القرارات اللي كنا حكين عليها وكانت قرارات تقوية في وقت حسيس برشا خصوم رئيس الجمهورية يعتبروا أنه هذا القرار السياسي نحكيه طبعا على حظر التجول اللي بشيبدأ أبرتين من اليوم من العشرة متعليل حتى للخمسة متع الصباح وأرجعت الحكومة القرارات التقديرية للولاية كل ولاية إذا كان فيما وضعوا بقي خطير الولي يعلن حظر للتجول في البلاية أمتعه برشا قرارات أخرى مبينها زادا منع التظاهرات مهما كانت نوحها أو تأجيلها أو إلغاءها وبالتالي هذا اللي أثر استنكار حركتنا حضراجة الغنوشي رفيق عبد السلام برشا 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 أطراف عبدالتيفل العلوي رفيق عبد السلام جوهر بن مبارك إلى غير ذلك اليوم وزارة الداخلية تصدر بلاغ تتم لقرارات رئيس الحكومة وين دعات فيه يعني وزارة الداخلية دعات إلى الالتزام بقرار منع الجوالين أتنسيون راهو بشي طبق القانون أبرتير من العشرة متع العشية متع الليل حتى للخمسة متع صباح من غدوة لمدة أسبوعين هذو مقابلين للتجديد إذا كان الوزارة شايفتها اللجنة العلمية معناها والحكومة نجموا يمدوا فيه دونك تأكد وزارة الداخلية ليهي بشي طبق القانون على الجميع حضر التجوال من العشرة متع الليل حتى للخمسة متع صباح من غدوة لمدة أسبوعين تنجم تتجدد وتقولك أنه على كل المدعوين للعمل ليلا أي شخص يخدم في الليل لازم يستظهر بوثيقة تكليف بمهم إذا ياخذها من الخدمة متاعه إذا كان معناها يخدم في الليل ما نعرفش أنا في القطاعات الليلية يعني تكون الوثيقة هذه مسحة من قبل المؤسة اللي تشغل فيه برشة مهان ليلية راهو برشة ناس تخدم في الليل برشة ناس تخرج في الليل في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص تقول أنه الوثيقة هذه لازم تكون عنده بشي استعملها للتنقل من وإلى مقرات العمل امتاحه طيلة فترة حضر الجوالين وزارة الداخلية زيدا دعاة للالتزام بإجراءات التوقي من فيروس كورونا اللي تتمثل في تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم بالفضائط المفتوحة والمغلقة لمدة أسبوعين زيدا قابلة للتجديد وبتباعة الحال أكدت أنها بشي تطبق هذه القرارات بكل سرامة وكل شدة على النيس اللي هي نيمية تخرج نهار 14 جانفي راهي وزارة الداخلية أكدت على تطبيق القانون على الجميع اللجنة العلمية رفعت توصيتها بإلغاء التظاهرات رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية أقروا هذا القرار وضعوا بقي خطير جدا حسب آخر الأرقام فإنه فما أكثر من 6000 إصابة حسب آخر بلاغي وزارة الصحة أكثر من 6000 أو حوالي 7000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة نسبة التحاليل الإيجابية اتطورت بشكل كبير جدا جدا وارتفعت الناس اللي هما في السبترات رب يفرج عليهم الناس الكل وربي يشفيهم يعني زادت الأعداد بتاحهم لدئة استغاثة من الطب اليوم من أعضاء اللجنة العلمية من رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية إلى غير ذلك رأوا الوضع الوبئي خطير جدا ووزارة الداخلية ووزارة الداخلية توفيق شرف الدين يشدد على أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع القرارات هذه لمدة أسبوعين قابلة للتجديد كما زادت يدعو وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكيمامات والتباعد الجسدي وتهوئة الفضائة المغلقة دعا زادة وزيرة الداخلية إلى احترام البروتوكولات القطاعية المحينة والالتزام بالاستظهار بجواز التلقيح اللي مش هم طبقين توا اللي ما يتبقهم حتى حد يمكن المعنى هي الإدارات العمومية قاعدين يتبقوا فيهم مش تمشي أنت البوستة البانكة الإدارة البلدية مش عارفها شنو يمكن تلقىها ولكن في بقية القطاعات الخاصة ولا المحلات التجارية الكبرى اللي هو ما فهمش باس سانيتير بالكل بالكل ما يطلبوش عليك بالكل بالنسبة للبلايس دوما ما همش قاعدين يطلبوا في باس سانيتير اللي هو يمثل إشكالية كبيرة الناس اللي مش ملقع مش تلقى إشكالية كبيرة مش تقضي شورها توا وهي لقيته في الإدارات العمومية ولكن الوزارة تشدد على تطبيق هذا القرار ووزير الداخلية يشدد على أنه باش يتبق القرار هذي وبيش يدعو كل الناس أنهم يلتزموا بهذه القرارات لباس سانيتير وقت يطلبوه منك إضافة للالتزام بالإجراءات الرقبية الصحية على المعابر الحدودية من خلال إجراء تحليل تقصي لكيفة الوفدين على البلاد التونسية نذكر وأنه قبل ساعة رئيس الحكومة أعلنت على جملة من القرارات أولهم حذر التجويل من العشر متعليل للخمسة متع صباح والقرار هذا أبرتير من اليوم اليوم العشر متعليل حذر جوالين حتى الغدوة الخمسة متع صباح القرار الثاني هو تأجيل أو إلغاء كيفة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضائت المفتوحة أو المغلقة تطبق الإجراءات لمدة أسبوعين قابلة للتجديد رئيس الحكومة زيدة أتأكد أنها أخذت جملة من الإجراءات استأنسا بتوصية اللجنة العلمية الأخيرة واللي فيها برشة نقاط هل إجراءات هذوما يشملوا أولهم أو أبرزهم الحاجات اللي أثاروا الجدل هما اللي يتعلقوا بحضر التجول ومنع الجوالين نلقوا أنه جوهر من مبارك قال أنه الوضعية صحية يعني في البلاد صحيحة اختيرة ولكن قيس سعيد يعني استعمل اللجنة العلمية برشة نيس قالت أنه اللجنة العلمية أصبحت مسيسة وأصبحت تحت يد رئيس الجمهورية قيس سعيد أيضا على حد تعبير خصوم رئيس الجمهورية وبطبيعة الحال فمبرشة قرارات اليوم أثارت الجدل في تونس وتوجهت انتقادات لرئيس الجمهورية قيس سعيد إذن جملة القرارات الأخرى تدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة اللي تتعلق بالبافيت وبالتباعد الجسدي وتهوئة الفضائط المغلقة الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق يعني بتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية تشديد مرقبة جواز التلقيح مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجروعات تعزيز المناعة تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية التفادي سفر للمناطق الموبوئة خارج تونس إلا للضرورة القصوى والتشجيع الاعتماد ألية العمل عن بعد حسب ما أكددت رئيسة الحكومة ترجمة نانسي قنقر